دانيال خمسة وسبعون عاماً تعرف جيداً معنى الاستهلاك المفرط للأدوية فقد خضعت لعملية على القلب منذ فترة طويلة وبعد عملية أخرى في الفخذ تم تغير دوائها وكانت النتيجة إصابتها بسكتة دماغية كنت أتناول الكثير من مضادات التخثر وبعد العملية وصفت لي ثلاثة أخرى بالإضافة إلى حقن في البطن أعتقد أن هذا ما سبب النزيف الداخلي فقدت دانيال أكثر من لترين من الدم في حالث طبي كديودي بحياتها ولأن العديد من المسنين يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر أصبح العلاج المناسب مسألة رئيسية في مجال الصحة العمومية ووفقاً لأرقام حديثة يستهلك 41% من السويسريين فوق سن 65 أكثر من خمسة أصناف مختلفة من الأدوية و37% يتناولون بين واحد وأربعة أنواع كلما زاد عدد الأدوية كلما زادت مخاطر التفاعل بين مكوناتها لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين وصفت لهم أدوية غير مناسبة واستنتجت دراسات أوروبية أن ما بين 20% و50% من المسنين يتناولون أدوية غير ملائمة أو غير ضرورية لاحتياجاتهم الصحية عالج نيكولا رودوندي دانييل لسنوات طويلة واليوم سيسحب أحد الأدوية من القائمة اعتقدنا لسنوات عديدة أن استهلاك أكبر للأدوية من شأنه تحسين تشخيص المريض لكن الأرقام الأخيرة تظهر الآن عكس ذلك إذ أن تناول كميات أقل هي التي تحسن صحة المريض وأعتقد أن هذه نقلة نوعية هامة يقود الدكتور رودوندي حالياً مشروعاً بحثياً أوروبياً يهدف إلى تحسين العلاج الطبي للمسنين الذين يعانون من أمراض متعددة من أجل تجنب دخول حالة إلى المستشفى بينما لا يتطلب الأمر ذلك الهدف هو معرفة ما إذا كان التقليل من الدواء غير الضروري يحسن صحة المسنين موريس 81 عاماً من المرضى الذين يفترض أن يستفيدوا من هذا البحث فهو يتناول 12 حبة كل يوم أتساءل حقاً ماذا يحدث عندما تنتزج مركبات الأدوية الـ 12 معاً؟ بطبيعة الحال تقول شركات الأدوية إن كل دواء بمفرده غير مؤذن ولكن لا أحد يعلم حقاً تأثيرات هذه الأدوية عندما يتم تناولها معاً لا تزال العديد من أثار الأدوية على كبار السن غير مفهومة بشكل جيد وهناك أيضاً مشكلة ضعف التواصل بين الأطباء والمرضى ينبغي أن تصبح أصفات الدواء أكثر شفافية ليس من المهم فقط معرفة الأدوية التي وصفها الطبيب بل تلك التي يتناولها المريض في الواقع نحن بحاجة إلى تعاون أفضل بين الإخصائيين وأتباء الأسر ومقدمي الرعاية يجب في الواقع أن تكون نظرتنا المهنية نقيدة وأن نرجع أسلوبنا في التواصل لا أعتقد أن الأطباء يشجعون ذلك بما فيه الكفاية نحن نرى العديد من الأعراض على مرضانا أن نجم عن الإفراط في استهلاك الأدوية نحن نقوم بحاجة إلى هذه المشارة